بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسي جديد من دروس لغتي الخالدة للصف الثاني المتوسط اليوم سندخل في الوحدة الثانية من حدة نوادر وقيم نتحدث فيها عن مدخل الوحدة ما الذي سندرسه في هذه الوحدة ما هي أهم الموضوعات ما هي ما المطلوب ثم نرى في مدخل الوحدة وبدايات هذه الوحدة ويتشاركم في تقديم هذا الدرس في لغة الإشارة الأستاذ محمد القبيشي الوحدة الثانية الوحدة الثانية بعنوان نوادر وقيم نوادر وقيم كيف أن هناك القيم والحديث على القيم الجيدة وحسن الخلق والأخلاق والقيم النادرة والثوابت التي تكون عند الإنسان وأيضا أشياء النادرة في ذكر هذه الوحدة هنا نوادر وقيم دليل الوحدة هنا أتوقع بمشيئة الله بعد دراسة هذه الوحدة أن أكون قادر وهذه هي أهم الهداف التي يتوقع في هذه الوحدة أن تكون قد أتقنتها في البداية اكتساب اتجاهات وقيم متصلة بمجال النوادر والقيم أن تكتسب اتجاهات وقيم متصلة بمجال النوادر والقيم أيضا اكتساب رصيد معرفي تكتسب رصيد معرفي ولغوي أهلني للتواصل الشفهي والكتابي حول مجال النوادر والقيم ثالثا فهم نصوص الوحدة المقروعة أن تفهم النصوص الوحدة المقروعة والمسموعة سواء كانت مقروعة أمامك أم كانت مسموعة وتحليلها وتذوقها ونقدها أيضا تلخيص ما استمعت إليه تلخيصا شفاهيا أن تلخص مثلا نص استمعت إليه تلخيصا شفاهيا تذكره فقط بمشافهة أو تذكره مثلا لزميلك أو لمعلمك استخدام استراتيجية القراءة المتعمقة بين قوسين الأسئلة مرحلة الأسئلة استراتيجية القراءة المتعمقة هي خمس خطوات هنا ستأتي بالأسئلة رسم أيضا الكلمات المنونة أيضا من أهداف رسم الكلمات المنونة تنوين نصب رسما إملائيا صحيحا التنوين النصب و أيضا رسم الحرفين الفاء والقاف بخط الرقعة رسما صحيحا و أيضا تعرف أسلوب الجملة الخبرية المنفية سنعرف أسلوب الجملة الخبرية المنفية بين قوسين الفعلية و تمييزها واستخدامها كذلك تعرف الأسماء الخمسة أن نعرف الأسماء الخمسة وكذلك تمييزها واستخدامها وأيضا تعرف نائب الفاعل إذن الأسماء الخمسة والجملة الخبرية ونائب الفاعل وتمييزه واستخدامه في التواصل مع الآخرين بعد ذلك توظيف استراتيجية كتابة توظيف استراتيجية كتابة وتنظيم تركيز السرسل الزمني والمكاني أيضا تحويل نص سردي إلى نص حواري سرد تحوله إلى حوار وأيضا إدارة ندوة مصغرة داخل حجرة الصف ثم استظهار عشرة أبيات من الشعر أن تحفظ عشرة أبيات من الشعر هذه هي أهم الأهداف التي تتعلق بإذن الله بهذه الوحدة وستكون قادرا على إتقانها والانتهاء منها في نهاية هذه الوحدة نصوص الوحدة التي سندرسها بإذن الله في هذه الدروس بداية نص المدخل نص المدخل فصاحت الصديق فصاحت الصديق ثم نص الاستماع رد إليه أمانته ونص الفهم القراءي هو الصدقة والكوب وستراتيجية قراءة جحى والوليمة ونص التحليل الأدبي هو الضيف الثقيل ونص الإثرائي في نهاية هذه الوحدة هو التاجر والخطط التاجر والخطط الإنجاز المطلوب منك هو البحث عن شخصيات عربية أن تبحث عن شخصيات عربية تميزت بصفات معينة سواء إيجابية أو سلبية أن تبحث عن ذلك وأن تذكر هذه الشخصيات أهم المكونات في هذه الدروس وفي هذه الوحدة لاحظ هنا دروس لغوية وتواصل لغوي دروس لغوية وتواصل لغوي دروس لغوية الرسم الإملائي الرسم الإملائي فيه الكلمات منونة تنوي النصب فيه الكلمات منونة تنوين نصب في الرسم الكتابي فيه رسم الفاء والقاف بخط الرقعة كيف ترسم الفاء وكذلك القاف بخط الرقعة في الصنف اللغوي فيه الأسماء الخمسة سندروس بإذن الله وستعرف الأسماء الخمسة في الأسلوب اللغوي الجملة الخبرية المنفية بين قوصين الفعلية في الوظيفة النحوية نائب الفاعل هذه في الدروس اللغوية في التواصل اللغوي تواصل كتابي وتواصل شفهي تواصل كتابي وتواصل شفهي في التواصل الكتابي هو تحويل نص سردي إلى نص حواري وفي التواصل الشفهي هو إدارة ندوة أن تدير ندوة جميل مدخل وحدة نحن في مدخل الوحدة أو في بداية هذه الوحدة نواد الوقيم أولاً طبعاً هنا رابط الدرس الرقمي لمدخل الوحدة هذا هو رابط الدرس الرقمي لمدخل الوحدة أول هنا أرتب أحداث القصة لاحظ هنا هذه قصة مصورة ركز فيها ورتبها قصة مصورة ورتب أحداث القصة المصورة الآتية هو وضع الرقم المناسب رقمها من رقم الواحد إلى كم هي؟ سبعة تقريباً سبع صور فأنت سترقم من رقم واحد إلى رقم سبعة هنا بوضع رقم مناسب في الدائرة أسفل الصورة انظر سترك قليلاً حتى ترتب هذه الصورة ما هي البداية؟ وهذه قصة، أحداث قصة مصورة ماذا فعلوا؟ تمعاً في هذه الصورة ويمكنك أيضاً النظر في الكتاب إلى هذه الصورة ولاحظ هنا صورة الثانية كذلك صورة الثالثة ثم صورة الرابعة ثم الخامسة كذلك السادسة والسابعة رتب أحداث هذه الصورة نبدأ ما الصورة الأولى؟ جميل، الصورة الأولى هنا اجتماع الطلبة مع معلمهم في قبيل أو في الصف أو قبيل الخروج الصورة الثانية التوجه إلى الحافلة أو صعود الحافلة أو الباص أو الركوب جميل الصورة الثالثة الذهاب 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 في الرحلة هم ذهبوا إلى وفي رحلة طيب بعد ذلك الصورة الرابعة الوصول الوصول وبدأ بوضع أمتعتهم الصورة الخامسة تناول بعض الأطعمة تناول بعض الأطعمة والجلوس والأحاديث الكثيرة والاستمتاع الصورة السادسة لعب وممارسة بعض أنشطة الرياضية كلعب كرة القدم كلعب كرة القدم رحلة الصورة السابعة هنا ما هي الأخيرة هي أخذ كل ما مخلفات التي تركوها أخذوا أمتعها في البداية ثم أيضا ترك المكان نظيفا كما كان وهذا هو الهدف وهذا هو الهدف معنا أن تنظيف المكان الذي كانوا جلسوا فيه إذن الصورة الأولى لاحظ الاجتماع ثم الصعود الحافلة ثم الذهاب ثم بعد ذلك الوصول ووضع الأمتعة ثم الجلوس والاستمتاع وتناول بعض الأطعمة ثم الأنشطة أو فعل بعض الأنشطة الترفيهية كالرياضة ثم بعد ذلك الذهاب بعد تحميل أمتعة وتنظيف المكان الذي كانوا قد يعني جلسوا فيه طيب أختار مشهدا من المشاهد لاحظ هنا سبعة مشاهد أو سبعة صور هنا أختار مشهد من المشاهد السابقة ثم صفه كتابيا لاحظ هذه مشاهد هنا صور مشاهد مشاهد و اختار مشهد من المشاهد و اكتب عنه أو صفه كتابيا بكتابة اختار أي مشهد يريد مشهد الأول والثانية والثالث أو الرابع وهي قصة مصورة قصة مصورة وستعرف عن طريق الصور فقط فأنت أكتب عنها اختر مشهد واحد من المشاهد ثم صفه كتابيا ثم صفه كتابيا ولاحظ أيضا وعيد سرد الأحداث على زملائي أعد سرد الأحداث على زميلك وزميلك أيضا وعيد سرد الأحداث عليك أنت ما الذي حدث في الصور ماذا فعلوا وهذه قصة أو أسرد القصة مرة أخرى هنا أختار مشهد من المشاهد وأصفه كتابيا اختر مشهد واكتب عنه مثلا نقول ما أجمل أن نحافظ على نظافة المشهد الأخير أن نظافة الأماكن العامة كي نستفيد منها ويستفيد منها من سيأتي بعدنا وهذا في المشهد السابع كيف أن نحافظ على نظافة المكان كما كان حتى يستفيد منها من سيأتي ويقول نظافة الأماكن العامة كي نستفيد منها ويستفيد منها من سيأتي بعدنا ثم بعد ذلك تعيد سرد الأحداث كما قلنا على زملائك أعد سرد الأحداث من أولها من المشهد الأول طبعا شفاهيا إلى المشهد السابع هنا أشاهد العروض طبعا سيعرض عليك معلمك بعضا من العروض تشاهدها بعد ذلك تنفذ ما يأتي بعد أن تشاهد العرض الذي يعرضه معلمك عليك هنا تحدد نوع الموقف بعض مجموعة صور سيعرض معلمك عليك مجموعة صور ثم ستحدد نوع الموقف الكلامي في كل عرض مصور ما الموقف الكلامي في كل عرض مصور تتحدث عن ذلك وترى أنت الصور ثم ستحكم عليه على ذلك موقف كلامي مثلا خطبة ندوة مقابلة إلى آخره بعد ذلك تبين شفاهيا أوجه الشبه أو التشابه بين المشاهد ترى المشاهد مرة أخرى كما يعرضها معلمك عليك ثم تبين أوجه الشبه بين تلك المشاهد هنا ثالثا أشارك مجموعتي ونتسابق مع المجموعات الأخرى أنت شارك مجموعة ونتسابق مع المجموعات الأخرى لكتابة عشر كلمات تكتب عشر كلمات في أقصر وقت ممكن بحيث يبدأ الفعل الآتي بالحرف الأخير نفسه يعني يبدأ الفعل في الجملة الآتي بعدها في الحرف الأخير نفسه في الكلمة السابقة كما في المثال مثلا علم هنا مزج الميم في علم الميم بدأت في مزج كذلك الجيم هنا انتهت في مزج هنا ذكر جمع جمع تأتي مثلا بالعين عرفة مثلا وهكذا فتأتي بأفعال بهذه الطريقة فهنا تتسابق مع مجموعة أخرى لكتابة عشر كلمات في أقصر وقت كل مجموعة تتسابق مع المجموعة الأخرى وتكتب عشر كلمات في أقصر وقت ممكن كل مجموعة استطاعت أن تكتب في وقت قصير هي المجموعة تكون أكثر الفائزة ويضا هنا أيضا للتعود على ذكر الأفعال وعلى استنتاج تلك الأفعال ويضا نلاحظ هنا يبدأ الفعل الآتي بالحرف الأخير نفسه في الكلمة الأولى في الكلمة السابقة كما في المثال هنا علم الميم مزجة الميم في نهاية علم بدأت فيها في ما بعده مزجة الجيم في نهاية مزجة بدأت بها في جمعة وهكذا فتأتي بأفعال وهذا أيضا يساعدك على التفكير على التفكير وعلى ذكر تلك الأفعال رابعا ألعب مع بن بجواري بسؤاله أيضا هذا طريقة سؤال سؤاله أسئلة أن تسأله أسئلة يتجنب فيها النفي كما في الحوار معنى أنك لا تأتي بنفي في الإجابة سؤال هل تفوقت في دراستك؟ جي جواب نعم تفوقت في دراستي طيب سؤال هنا إذن لم تخفق أبدا جيم كنت أنجح دائما ولاحظوا لم يأتي بنفي في الإجابة فأنت هنا تأتي بأسئلة بينك وبين أنت ومن بجوارك فتأتي بأسئلة هنا يتجنب فيها النفي النفي لا تأتي به هنا إذن لم تخفق هذا نفي فلا تأتي بنفي وإنما تأتي فقط بإثبات دائما وتذهب كما في الحوار هل تفوقت؟ نعم تفوقت إذن لم تخفق كنت أنجح دائما تقول مثلا هل تنجح دائما؟ نعم كنت أنجح دائما فأنت أتي بأسئلة ليس فيها نفي أما أن تتجنب النفي وهذه أيضا تأتي بها أنت ومن بجوارك خامسا هنا أكتب اسم الشخصية المذكورة في النص لاحظ هذا النص بكل الصياغ الواردة بعدها استماعي إلى النص مر رجل بأبي بكر الصديق رضي الله عنه ومعه ثوب فاستوقفه أبو بكر وقال له أتبيع فقال الرجل لا رحمك الله لا رحمك الله فأزعج هذا القول أبو بكر فقال قد قومت ألسنتكم لو تستقيمون ألا قلت لا ورحمك الله طيب هنا يقول ما اسم الشخصية المذكورة بكل الصياغ في هذا النص ما اسم الشخصية المذكورة بكل الصياغ شخصية جميل لاحظ هنا مر رجل بأبي بكر هذه واحدة أبي بكر جميل فاستوقفه أبو بكر ممتاز إذن أبو بكر أيضا أبي بكر وأبو بكر وأيضا لاحظ هنا فأزعج هذا القول أبا بكر بكر هنا أيضا أبا بكر لاحظ أبي بكر صيغة أبو بكر أبا بكر وهذه من اسمها الخمسة أبو في الرفع وأبا في النص بي وأبي في الجر مستعرفها بإذن الله في هذه الوحدة إذن أبي بكر وأبو بكر وأبا بكر بعد ذلك هنا أعيد رسم الكلمات التي تحتها خط بخط الرقعة لاحظ كلمات التي رسمت بخط الرقعة الصديق فأنت تعيد أيضا رسمها بخط الرقعة الصديق استوقفه و الكلمة الثالثة قال الصديق فاستوقفه وقال هنا تعيد رسم الكلمات التي تحتها خط بخط الرقعة وتحاول أن تكتب مثل تلك الكلمات بطريقة الكتابة بهذا الخط مثلا هنا الصديق فاستوقفه ولاحظ هنا طريقة كتابة الفاء والقاف وستعرف بإذن الله في هذه الوحدة أيضا الفاء والقاف كيفية كتابة حرفي الفاء والقاف بخط الرقعة وأيضا قال وأيضا قال لاحظ هنا الصديق القاف والنقط وأيضا قال كيف كانت النقط وطريقة الكتابة حرف القاف وأيضا هنا استوقفه القاف والفاء سواء كان متصلا أو كان منفصل هنا قال أيضا القاء وهنا في نهاية الكلمة الصديق وأنت تكتب تعيد كتابة هذه الكلمات الثلاث بخط الرقعة بخط الرقعة سادسا ألون الكلمات الملونة هنا كلمات ملونة نريد منك أن تلون فقط الكلمات الملونة تنوين نصب باللون الأزرق لاحظ دفتر وقصة وقلم وحديقة وبيت وحاسوب وملعب وسيارة وسماء ما الكلمات الملونة بخط الملونة الملونة عفوا الملونة تنوين نصب تريد منك أن تلون الكلمات الملونة تنوين نصب باللون الأزرق كلمة الأولى سماء سماء كلمة الثانية قصة جميل هذا من أول تنوين نصب كلمة الثالثة بيتا لاحظنا سماء وقصة وبيتا وانت تلونها باللون المطلوب باللون المطلوب في المشروع المطلوب منك هنا سابعا أتعاون مع مجموعة لتنفيذ مهمات المشروع الآتي وهذا مشروع مطلوب منك المشروع المهمة الأولى المهمة الأولى الاختيار إحدى الشخصيات الآتية لإجراء بحث عنها أن تختار شخصية من هذه الشخصيات حتى تجري عنها بحث تجري عنها بحث حاتم الطائي وعن ترى ابن شداد تختار شخصية إما حاتم الطائي وإما عن ترى ابن شداد أو القاضي إياس أو الجاح شخصيات أربعة تختار أنت إحدى هذه الشخصيات إما حاتم الطائي أو تختار عن ترى ابن شداد أو تختار القاضي إياس أو تختار الجاحظ هنا تختار بعد ذلك ماذا تفعل في المهمة الثانية تحديد المصادر تحدد المصادر التي يمكن أن تستقي منها المعلومات يعني تأخذ مصدرا من مصادر هذه المعلومات التي تتحدث مثلا عن الجاحظ أو عن القاضي إياس أو عن أنترة أو حاتم الطائر المهمة الثالثة بعد ذلك تجمع المعلومات عن شخصية التي اخترتها أنت جمع المعلومات عن سيرة الشخصية المختارة وتحديد الصفة الأبرز أن تحدد الصفة الأبرز في كل منهما كل شخصية لها صفة بارزة مثلا حاتم الطائل كرم عن طلب الشداد الشجاعة إلى آخره المهمة الرابعة بعد ذلك إعادة صياغة المعلومات تنسق وتصيغ هذه المعلومات وترتبها ترتيبا جميلا ثم في المهمة الخامسة كتابة الموضوع تكتب الموضوع كتابة في شكله النهائي ثم مراجعته معنا أنك تخرج هذا الموضوع وتضمنه طبعا منف إنجازك هنا أيضا أستفيد مما يأتي في مواقع البحث عن الإنترنت بعض الكتب مثل البخلاء للجاحظ والأذكياء وأخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي والأعلام لخير الدين الزركلي ثامنا هنا أبحث عن نص سردي تبحث عن نص سردي ثم أنسخ منه فقرة أو فقرتين ابحث عن نص سردي في هذه الكتب أو تستفيد منها طبعا أو خلال البحث عن في مواقع الإنترنت وتأتي بالنص ثم تنسخ منه فقرة أو فقرتين وتكتبها في كتابك هذا ما أردنا أن نريده في هذا الدرس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين